السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أبناء العزاء في هذا الدرس الجديد والذي تتعلقنا طبعا بمكون القراءة النصفذي في مصار امرأة طبعا القسم الخامس ابتدائي مرشدي في اللغة العربية إذن لاحظوا الصورة الأولى والصورة الثانية وطبعا عندنا مصار امرأة ماذا ترى في الصورة وعما تعبر ماذا ترى في الصورة نعم في الصورة الأولى نلاحظ طبعا مجموعة من التلاميذ يدرسون أو يتعلمون طبعا طبعا في الدرسة وفي الواجهة عدنا هنا طفلتان أو بنتان والصورة الثانية نلاحظ طبعا صورة امرأة طبعا بين الموظفة مسؤولة كبيرة طلاقة طبعا من هذا المراسم وهي معتادفة هذه مسؤولة كبيرة امرأة إذن ما علاقة الصورة بطبعا عنوان نص مسار امرأة طبعا هناك علاقة طبعا علاقة انسجام علاقة تناغم بينهما لأن طبعا كيتبين لي أن إحدى هذه البنتين طبعا ارتاقهت بعد طبعا بعد أنها مرت من مراحل الدراسية تفوقت واصبحت مسؤولة كبيرة إذن فهناك علاقة انسجام وتناغم إذن حاولوا تقرؤوا النص أعتذر حاولوا تقرؤوا النص طبعا أكثر من مرة ثم بعدها طبعا نمر إلى الأسئلة بعدما تقرؤوا النص عندنا هنا تقول لنا أحدد ما فهمت من العنوان مصار امرأة هل نجاحات أم سافرت أم عادت طبعا مصار امرأة هناك نجاحات طبعا نجاحات في حياتها أختار كلمة من الكلمة الآتية ثم أضعفها في الخطاط وأنجز إما نخذ التفوق أو نجاحات أو نستمر أو نتذكر أو خيالا طبعا مثلا نخذت في الأول التفوق التفوق المرادف ديال التفوق طبعا هو النجاح هو اسم طبعا ضد ديال التفوق هو الإخفاق الفشال الرصوب وطبعا الجملة ممكن نقول بفضل المطالعة الحرة حصل أو تفوقت في المدرسة سنرى لدينا واحد لدينا وهو هنا عدنا التفوق طبعا فوئي اسم وطبعا المراد دياله إما امتياز النجاح التقدم التمييز وضد دياله الإخفاق الرصوب الفشل ومكنتني المطالعة الحرة من التفوق الدراسي مكنتني المطالعة الحرة من التفوق الدراسي لدينا كلمة أخرى ثانية اللي هي مثلا نجاحات فطبعا نوعها فيل ونجاحات أي فازت فلحات تفوقات انتصارات ظافرات وضد لها مثلا أخفاقات انهزمات خسرات رصفات جملة نجاحة العملية الجراحية التي أنجزها الطبيب الخبير نجاحة العملية الجراحية التي أنجزها الطبيب طبعا نجاحة بفضل الله هنا قلنا أملأ الفراغ أو البطاقة التعريفية الآتية لنجاحة بالقاسم طبعا اسمها نجاحة بالقاسم مكان بلادتها من خلال نص قرية بني شيغر الجبلية وطبعا الصغيرة التي يوجد في شمال المغرب إذن قرية بني شيغر مهنة أبيها عامل في البناء أو بناء عامل في البناء عدد إخوتها طبعا ماكس بنهاج عدد إخوتها طبعا ستة لأن طبعا هما كلهم سبعة فإذن عدد إخوة دي لها قلنا أبناءها السبعة للدراسة لأم شجعت أبناءها السبعة كنا ناجات وست إخوة خمسة ذكور ومن أخرى المدينة الأولى التي سكنتها هي أبي فيل والمدينة الثانية التي سكنتها هناك هي أميان حسب طبعا النص هنا قلنا فرابيان أصلوا بين كل عنصرين ساعد ناجات طبعا في حياتها بما يناسب عدنا هنا الأم المدرسة المطالعة يعني كلهم ساعدوا من أجل النجاح في حياتها وهنا عدنا الاندماج في مجتمع فرنسا التفوق في الدراسة الذهاب إلى المدرسة إذن عدنا هنا الأم الذهاب إلى المدرسة ساعدتها في الذهاب إلى المدرسة المدرسة تساعدها في الاندماج في المجتمع فرنسا المدرسة تساعدها تمكنها من الاندماج في المجتمع فرنسا وطبعا المطالعة تمكنها من التفوق الدراسي إذا المطالعة تمكنها من التفوق الدراسي هنا قالوا لنا أعين المؤسسة التي لم تدرس فيها ناجات يمكنها من التفوق الدراسي ثم بعدها هو وزارة التعليم ما حق الأطفال التي دافعت عنه نجاية بالقاسم إذن وش حق الصحة أم حق التعلم أم حق الحماية أم حق الرعاية فيدافعت الحق للحماية والرعاية وكذا حق التعلم نمر إلى الأسئلة الموالية طبعا عدنا واحد أسئلة هنا عدنا هذا السؤال يقول لنا أحول الفقرة باستعمال ما يناسب من العبارات طبعا هنا لأنها بما أنها ما دام أنها فإن وهالجملة لم تكن طفولة نجاية بالقاسم يسيرة في فرنسا فقد ترعرعت في حي فقير إذن بما أنها ترعرعت في حي فقير فإن طفولة نجاية بالقاسم لم تكن يسيرة في فرنسا أو نقول ما دام أنها ترعرعت في حي فقير فإن طفولة نجات بالقاسم لم تكن يسيرة في فرنسا طلب النفس السؤال الأخير واحد البحث حول العلم الذي يجعلني أسئل مثلا محاميين أو محامية طبيعا طبيبا معلما أو معلمة محاسبا أو محاسبا وهكذا إذن هذا البحث قموا به في المنزل وسأضعه إن شاء الله في عربة وصفة مغاري